أعلنت شرطة بوستن أن الموقوف المشتبه به في تفجيري ماراثون بوستن متى نتيجة إصابته فيما تتم حاليا مطاردة المشتبه به الثاني خلال عملية مطاردة واسعة وتفتيش للبيوت وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI نشر صورة أظهرت المشتبه به الثاني وهو يمشي خلف حجد من الناس خلال ماراثون بوستن وبدت حقيبة الظهر التي كان يحملها على الأرض بالقرب من الفتاة الذي قتل لاحقا في التفجير بعد أيام من التحقيقات والتكاهنات بشأن هوية منفذ أو منفذ اعتداء بوستن بدأت تتضح معالم المسألة على الأقل بنظر الشرطة الفيدرالية أولا وتدريجيا أمام ربما الرأي العام السلطات الأمريكية تقول إن واحدا من اثنين يشتبه في علاقتهما بتفجير بوستن لقي حتفه فيما تتم مطاردة الآخر بعد اشتباكهما مع الشرطة في محيط معهد للتكنولوجيا وقتلهما شرطيا هناك المشتبه بهما سرقا سيارة بعد ذلك وأفرجا عن سائقها لاحقا وكانت شرطة بوستن نشرت صورا في وقت سابق لإثنين قالت إنها تشتبه بصلتهما بالاعتداء على ماراثون بوستن وأثناء ملاحقة سيارتهما في محيط ضاحية ووترتاون رمى المشتبه بهما قنبلة باتجاه الشرطة وتبادل إطلاق النار معها أحد المشتبه بهما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر